السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في صدر أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف والأقلام في صحف العراقية والعربية والعالمية ولكن بعد جولة في أهم العنوي نقرأ في صحيفة المدى اتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية صفقة جديدة تمرر في مجلس النواب بعد صفقة رئاسة البرلمان في العرب الجديد تكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة في شرق الأوسط بارزاني يرفض آلية انتخاب الرئيس والأعباد يعترض على طريقة تسمية رئيس الوزراء القدس العربي وزير الدفاع الروسي منظومة اس ثلاثمائة باتت بيد قوات النظام السوري في صحيفة الحياة فشل مساعا لوقف اقتتال الحوثي ووفد من جماعتهم في طهران أما في صفية الخليج صحيفة الخليج الإماراتية الأوقاف الفلسطينية تحذر من هدم الخان الأحمر وتدعو لشد الرحال للأقصى وفي العرب اللندنية فرنسا تجمد أصولا للمخابرات الإيرانية وتتهم طهران بالتخطيط لاعتداء قرب باريس عمر الاستفافات السياسية الحالية هو اليوم الأول الذي يلي تشكيل الحكومة الجديدة والتصويت عليها وبرغم أن معظم القوى التي شكلت تحالفي الإصلاح والبناء تدعي أنها بصبت ذهب إلى حلف استراتيجي فإن الجامعة الوحيد للتحالفات الحالية هو توزيع المناصب والمكاسب مشارق عباسر في صحيفة الحياة أن كل ما يبدو بناء سياسي متماسكا لاختيار الرؤساء أو عقد الجلسات وإبطالها والصوت الذي يبدو للوهلة الأولى يتحدث بنبرة واحدة سرعان ما سيتبدد في افسح المجال الصفاف آخر ومنظومة شعارات أخرى ونبرات جديدة هذا واقع قد لا يتم الاعتراف به تماما ويحل محله رصف شعارات حول أهداف سامية تقف خلف تلاقي خميس الخنجر مع نور المالكي وأخرى مبدئية تجمع سليم الجبور بخالد العبيدي واختيار هذه الأسماء من دون غيرها سببه أن مستوى التصادم الذي ساد علاقاتها خلال السنوات الماضية كان يظهر تلاقيها في صورة واحدة وكأنه نسج من الخيال ولأن التجمعات التي تتنافس لإنتاج الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة كانت هشة منذ بدايتها فإن القيادات الرئيسية ربما شعرت أن لا جدوى حقيقية في الذهاب إلى خيار الكتلة الأكبر واختارت نمطا غير مفهوم إلى هذه اللحظة لحل المشكلة فالإعلانات عن موقف الإصلاح والبناء الداعم ترشيح عاد العبد المهدي لرئاسة الحكومة تؤكد أن ثمة قناعات تترسخ بصعوبة الحفاظ على تماسك أي كتلة تتشكل وأن الخيار الوحيد المتاح هو توزيع المناصب على الجميع لتقليل خطورة الاستفافات التي تعقب تشكيل الحكومة بعض زعماء القوى كانوا أعلنوا مراراً أن أي حكومة تتشكل بمعزل عنهم سيكون مصيرها الإقالة بعد ثلاثة أشهر وهذه الأعلانات التهديدية حقيقية فعلاً ليس بسبب تماسك مواقف الكتل بل بسبب عدم تماسكها على وجه التحديد الكاتب يران الخبر الوحيد الجيد أن أقنعة الدفاع عن المذهب والقومية والدين لم تعد غطاء كافية لشبكة تقاسم الدولة وأن القوى التي استخدمت تلك الشعارات خاضت الحروب الأهلية وأزهقت الأرواح وبدتت الفرص وعرضت البلاد للتقسيم خلال السنوات الماضية باتت تلعب على المكشوف ينقسم بعضها على بعض لا لأنها أصبحت فجأة عابرة لطائفية بل فقط لأن معيار اللعبة قد تغير قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن مطالب البصر البسيطة أصبحت ورقة مشتعلة ألهبت المظالم العميقة أشارت الصحيفة في تقرير أعدته مراسلتها بيلترو إلى أن العراق المتعب من ثلاث سنوات النزاع مع تنظيم الدولة يبدو الآن على حافة الانفجار ففي الماضي تم التعامل مع عزمة نقص المياه على أنها الجانب المؤصف للنزاع لكنها برزت فجأة وتهدد استقرار المنطقة تقول الصحيفة إن على العالم أن يقلق مما يحدث في البصرة فاستمرار أزمة البصرة وبقية مشكلات العراق دون علاج ونقص المياه في العراق لا يعني فقط انتفاضات وعنف وطرابات بل إنه أدى إلى تغذية التطرف والتجنيد له وانهيار المعيش للناس والتهجير الجماعي ويفيد التقرير بأن ما زاد من الأزمة في الصيف هو الطريقة التي تعاملت فيها الحكومة معها حيث قتل 27 شخصا برصاص الأمن وجرح المئات وينقل التقرير عن المتظاهرين قولهم إنهم يتلقون تهديدات بالموت من الجماعات الموالية للحكومة والفصائل السياسية القوية التي تتحكم في المدينة مشيرا إلى أنه تم اغتيال سعاد العلي التي نظمت عددا من الاحتجاجات في وضح النهار خارج سوق وتدى بالكاتباء إلى أن المطلب البسيط للمياه أصبح ورقة مشتعلة الهبة المظالم العميقة والنزاعات المرة التي تجري داخل المجتمع العراقي المهشم ويصف التقرير الوضع في التظاهرات بالمتوتر حيث يقوم الأمن بالتخفي بطريقة غير جيدة ويقومون بتصوير المشاركين في التظاهرات ويشدد رجال الأمن من عرباتهم المحملة برشاشات الرقابة مع تقدم التظاهر إلى جانبهم تختم الصحيفة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن هناك مشكلة تركمية من سوليدارة والبرامج المسؤولة ضيفة أن البصرة كانت تحصل سنويا على مليارات من الدولارات لكن إصلاح شبكة المياه لم يكن أوروية لسلطات في المحافظة أو الحكومة في بغداد أغلقت الولايات المتحدة قنصليتها في البصرة وطلبت من مواطنيها عدم السفر إلى العراق ذلك مؤشر خطير على خطوات غير محسوبة وغير متوقعة قد تقدم عليها الدولة التي صنعت العراق الجديد بدستوره وتركيب نظامه وتصريفه لثرواته وطبيعة علاقاته مع العالم الخارجي وبالأخص فيما يتعلق منها بإيران هذا ما أشار إليه فاروق يوسف في مقاله بصحيفة العربة المدنية لقد تصور العراقيون أن نهاية حكم حزب الدعوة وقد تزامنت مع فرض العقوبات على إيران ستكون مناسبة لكي تعمل الإدارة الأمريكية على فك ارتباط العراق بإيران والانتهاء من عقدة الولي الفقيه بكل ما خلفته من آثار سيئة جسدها استفحال ظاهرة الحجد الشعبي والحكومات الضعيفة التي تستضل بتلك الظاهرة غير أن تصورهم قد لا يكون في محله ولو توقف الأمر عند حدود الاغتيالات والقتلة المجهولي الهوية لقلنا إن الأمر مرتبط بالنزاعات الحزبية تمهيدا لتقاسم مغانم المرحلة المقبلة أما أن تعلن الولايات المتحدة عن هزيمتها أمام التهديدات الإيرانية وتغلق قنصليتها في البصرة فذلك لا يعني أن القوة الضاربة التابعة لإيران قد حسمت الأمر لصالحها ولم يعد في إمكان الأمريكيين أن يفعلوا شيئا لإنقاذ العراق من خلال إقفال الملف الإيراني ستنعكس تلك الهزيمة سلبا على حركة الاحتجاج الشعبية في البصرة فالإجراء الأمريكي سيقوي من شوكة الميليشيات الإيرانية التي كانت قد أعلنت عن استعدادها لإجهاض أي محاولة جديدة للاحتجاج في المدينة الغنية بالنفط والتي يشعر سكانها بالإحباط واليأس بسبب الفقر والبطالة وغياب الخدمات الأساسية الكاتب رانا السلام عادل عبد المهدي وهو من الموالين لإيران رئاسة الحكومة المقبلة يعني أن المخطط الأمريكي سيكون واضحا بطريقة لا تقبل اللبس أو الشك أو اللبس أو الشك سيكون على العراق أن يدفع ثمنا باهظا جراء وقوعه ضمن دائرة العقوبات الأمريكية وهو ما يعني التنفيس عن إيران في أوقاتها العصيبة مقابل أن يستمر العراق دولة فاشلة يحكمها الفاسدون لا يمكن بحال أن ينظر إلى توقيت الإجراءات الأمريكية المتعلقة من إشاط العسكري في ظل الظروف التي تشهدها المرحلة الحالية في المنطقة على أنها مستقلة عن تحقيق مصلحة إيرانية خالصة حتى لو كان المشهد مزدحما بالمعطيات الظاهرية التي تفترض وجود عداء أو خلاف عميق بين واشنطن وطهران جهاد بشير يرى في صحيفة البصائر أن واقع الحال والحراك العاملي في مسرح الأحداث يقول غير ذلك سواء كان الطهران قد أطلقت فعلا صواريخ على سوريا أم أنه مجرد الدعاء لتحصيل مكسب سياسي زعم الإيرانيون وميليشياتهم التي تتزاحم في المشهد العراقي أن مصالح الولايات المتحدة باتت هدفا لهم فجاء سقوط صواريخ الكاتيوشا على مقربة من قنصلية واشنطن بمثابة إنجاز يمنح إيران قوة موقف بأنها تشكل تهديدا حقيقيا لأمريكا التي ما ترددت في إغلاق المقر وإجلاء رعاياها من البصرة وتحذير الوافدين إلى العراق من مخاطر لم تكشف عن طبيعتها لتتقدم طهران خطوة جديدة في كسب الموقف ففي الوقت الذي سمح لإيران بإطلاق صواريخ صوب سوريا مرت بالأجواء العراقية التي تقع ضمن مسؤولية التحالف الدولي وفق قواعد الحرب على الإرهاب التي ما تزال قائمة باعتراف التحالف نفسه قررت الولايات المتحدة سحب منظومات صواريخ باتريوت الدفاعية من قواعدها في ثلاث دول في المنطقة لتعطي رسالة ضمنية بحقية إيران في العبث بالأخيرة كونها باتت تمثل قوة تهديد حقيقية ليس لذاتها أو مؤهلتها بل لانسجامها مع المصلحة الأمريكية وقدرتها على أن تلبي لها ما تريد وهو ما يفهم صراحة من قول ترامب الأخير بأن على دول الخليج والمنطقة العربية أن يدفعوا لأمريكا مقابل حمايتهم الكاتب شيري لأن الموقف الإيراني أخذ يتقدم في المنطقة العربية بنهم والمشروع التوسعي الذي عبث بالعراق يشك أن يؤتي أكله في عموم الإقليم ولا شك في أن الأنظمة التي سبق أن خطبها العراقيون المخلصون من القوى الرافضة لعملية السياسية بأن عليها أن تتحرر من التبعية للولايات المتحدة وأن لا تربط مصيرها بمصالح واشنطن لديها ما يكفي من الأصابع لتعود عليها لكنه سيكون ندما غير مجد ولن يقدم في مضمار الصراع سوى مزيد من التنازلات المفضية إلى الهزيمة بإطلاقها حزمة من الصواريخ الباليسية متوسطة المدى صوب أهداف تتاخم مناطق نفوذ الأمريكي شرقية سوريا تكون إيران قد اقتربت من الخطوط الأمريكية الحمراء دون أن تتجاوزها عريب أرنتاوي يقول في صحيفة الدستور الأردنية إن الأمر الذي لا يمكن نظر إليه إلا بوصفه تصعيدا في وطيرة ردة الفعل الإيرانية على الأفعال التي أقدمت عليها واشنطن لضها منذ أن قررت الانسحاب من جانب واحد من اتفاق نووي وعودت فرض عقوبات أشمل وأقصى على إيران الأهداف التي ضربتها الصواريخ الإيرانية تعود لتنظيم داعش في حين أن طهران اتهمت منظمة أهوازية انفصالية بمسؤولية تفجير الأحواز وبصرف عما إذا كانت هناك صلاة بين الحركة الأحوازية وداعش أم لا فإنه يبدو واضح للعيان أن طهران كانت تتحيا الفرصة لفرض عضلاتها في مواجهة الولايات المتحدة التي منفكت تتحدث عن تقليم أظافر إيران وتقليع أنيابها الإقليمية ووقف تطوير برنامجيها الصاروخي والنووي على حد سواء ما وقع في الأحواز والرد الإيراني الصاروخي في الداخل السوري يوفران تمريرا أو بروفا لما يمكن أن تكون عليه المواجهة بين إيران وواشنطن في المرحلة المقبلة الأرجح أن إيران لن تكون بوارد الاستجابة للضغوط الأمريكية في سوريا والعراق ولبنان وأن خيارها الأول هو المواجهة وعض الأصابع ومكاسرة الإرادات إلى أن تنجلي غبار الفضائح والانتخابات في الولايات المتحدة ليتضح بعدها ما إذا كان ترام سيكمل ولايته أم أنه سينتخب إلى ولاية ثانية يبدو وفقا لمراقبين أن تهران قررت الأخذ بنصيحة جون كيري القائلة بوجوب الصبر على ترام لأنه لن يمكث طويلا في مكتبه البيضاوي وبحسب الكاتب فين الأزمات المفتوحة من اليمن حتى لبنان مرورا بالعراق وسوريا لن تعرف الهدوء والحلول أو التسويات النهائية فضهران ستحرص على استنزاف واشنطن وحلفائها فوق هذه الساحات مقابل حرص الأمريكي لخصته نيكيهيلي بقولها إن هدف النظام العقوبات الأمريكية ضد إيران هو خنقها وتركعها توطيئة لعودتها إلى المفاوضات وفقا لشروط الإدارة التي لخصها مايك بومبيو بـ 12 شرطا يعد كل منها بمثابة أعلان القبول بالهزيمة أو توقيع على صك إذعان بعد ثلاث سنوات على دخولها المباشر في الحرب السورية نجحت موسكو بربط الزمن السوري بتوقيت ساعة الكرمل لكنها لم تنتبه إلى أن فارق الوقت بين البلدين تتحكم فيه خطوط الطول والعرض التي وحدها تحدد الزمن والموقع للسوريين مصطفى فحصر في صحيفة شرق الأوسط أنه مع دخول الحملة الروسية على سوريا عامها الرابع باتت سوريا الروسية تمثل نموذج السياسي الذي يعمل جنرالات العقيدة البوتينية الجديدة على ترسيخه في العلاقة بين الأنظمة وشعوبها التي تربط بين النظام والاستقرار وبين حرية الشعوب والفوضى الهتامة في بداية السنة الرابعة على تدخلها وتحقيقها إنجازا عسكريا ضخما مكنها من إبقاء رأس النظام في قصره وبعد تبدل موازين القوى كاملة لصالحها تعمدت روسيا إهمال الأصوات الإقليمية والدولية التي تطالبها بتغيير سلوك النظام أو إجراء تعديلات على طبيعة علاقتها بحلفائها أو في دعوتها إلى القبول بتسوية تراعي تحولات ما بعد الثامن عشر من مارس آذار 2011 إن لغة الانتصار التي تمارسها روسيا في سوريا تصطدم الآن بتحديات لا يمكن تجاوزها وباتت أشبه بمرآة تعكس وجه موسكو العاجز عن تحقيق أهدافه وهي تسابق الزمن لتحويل مكاسبها الميدانية إلى منافع سياسية قبل دخول حملتها على سوريا مرحلة الشيخوخة الاستراتيجية نتيجة فشلها في تصريف نتائج خيارها العسكري سياسيا فقد اكتشفت موسكو متأخرة أنها تفتقر إلى أدوات تساعدها على التوصل إلى حل سلمي دائم يحقق لها مصالحة فعلية مع الأغلبية السورية التي خاب أملها في الرهان على الضمانات الروسية في حماية تعهداتها التي قدمتها في المناطق التي تمت إعادة السيطرة عليها أو في الأماكن التي جرت فيها المصالحات الكاتبيران موسكو ظهرت عاجزة في منع النظام من تطبيق حلوله الأمنية وفي توقفها عن إذلال المواطنين وهي تدفع ثمن تجنبها الانتشار الواسع على الأرض حيث من المستحيل لعدة ألاف من الشرطة العسكرية الروسية أن يقوموا بفرض النظام بجمهورية الميليشيات الطائفية وأمراء الحرب وهي ما زالت تكابر وتتجنب إعلان فشلها في إقناع اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان بالعودة الطوعية مصيبت بخيبة أمل جراء موقف الدول الأوروبية التي نأت بلاجئها عن دعوات موسكو للعودة ترجمة نانسي قنقر ابتكر باحثون من جامعة واشنطن في سياتل أول شبكة في العالم من ثلاثة أشخاص للنقل واستقبال الإشارات الفكرية من دماغ إلى آخر ولبناء الشبكة استخدمت الباحثة أندريا ستوكو فريقها أجهزة الاستشعار الكهربائي التي تسمح بتسجيل نشاط الدماغ وكذلك أجهزة التحفيز المغناطسي عبر الجمجمة ما يسمح بنقل الإشارات إلى الدماغ مباشرة تمكن العلماء عبر هذه الطريقة من ربط دماغين متطوعين أثناء لعبة كان عليهم الجواب عن عشرين سؤالا فيها في المرحلة الثانية قرروا زيادة عدد المشتركين في هذه المحادثة وكان كل مشترك في هذه المحادثة يجلس بغرفة مبسلة سمحت هذه الطريقة للعبين بمعرفة إذا ما نفذ زميلهم الثالث مستقبل الإشارات أوامرهم بصورة صحيحة أم لا وبحسب العلماء يمكن تنظيم مثل هذه المحادثة عبر شبكات التواصل الاجتماعي أيضا أنه بالإمكان تنظيم تفاعل سحابي بين الأدمغة في الشبكة العالمية إلى الكركاتير ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة